على مستواجهة الشرق انطلقت عملية التلقيح ضد كوفيد-19 التي يرتقب أن يستفيد منها أزيد من 188 ألف تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة وتروم هذه الحملة ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية إذن في إطار الحملة الوطنية للتلقيح انطلقت اليوم 31 غوشة 2021 العملية على مستواجهة الشرق ب39 مؤسسة علمية مخصصة كمراكز للتلقيح على مستوى طورة الجهة يستفيد منها ما يزيد على 188 ألف تلميذ وتلميذة للفئة العمرية 12-17 سنة وقد خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل جهة الشرق لهذه العمليات 39 مؤسسة تعليمية كمراكز للتلقيحة موزعة بين كل من عمالة وجدة أنجاد بأربعة مراكز وأقاليم بركان بأربعة مراكز والنظور بخمسة مراكز والدريوش بسبعة مراكز وجرسيف بسبعة مراكز وتوريرت بمركزان وجرادة بأربعة مراكز وفجيك بستة مراكز ترجمة نانسي قنقر